فإذا الحرب والحصار لم يغلقوا الأبواب بشكل كلي هي كانت مفتوحة أغلقت جزئيا نستطيع أن نمر منها يكفي أن نعرف كيف نمر من هذه الأبواب مرحبا وأهلا فيكم هو أساسا بالدستور يعني بيقول لك يؤدي رئيس الجمهورية القسم أمام مجلس الشعب مو بيجيب مجلس الشعب كله لعنده بيؤدي القسم يعني في القصر الرئاسي هذا الموضوع الحقيقي لو هو شكلي ولكن له دلالات خطيرة يعني ما بعرف ممكن هاي للمرة التانية بيصير أنه لا يجوز بأنه والله الرئيس يجيب مجلس الشعب لعنده يقسم هو قسمه أمام مجلس الشعب له دلالة مهمة بأنه هدوم ممسدين الشعب وهو يقسم على أن يحقق مصالح الشعب حسب الدستور عنها يعني بالتوقع ما بعرف إذا في تصير بلد تاني أنه الرئيس بيجيب الشعب كله لعنده وبيقسم قدامه والحقيقة أنه هذا بيعبر تماما عن واقع الحالة السورية المهم أنا ما بدي أحكي بالتفاصيل يعني كان مثل عادة في كتير من مصطلحات والفلسفة ويعني التعريفات والشروحات والشروحات الإضافية ويعني الشطط بالتجاهات معينة ما نموضوعنا اليوم أنا بدي أحكي بدلالات يعني نحنا شو فينا نفهم من هذا الخطاب كيف رح تكون سياسة النظام في المرحلة القادمة الحقيقة المفاجئ اليوم بأنه هو مو متمسك فقط بالنظرية نظرية يعني نظرية سبب الوضع الحالي الموجود اليوم من 2011 لهلا وشو صار هو ما زال النظام يعني متمسك بالنظريات يلي بدأت مع القرن العشرين بداية قرن العشرين ألف وتسعمية يعني حول القومية العربية وحتى اتفاجأت أنه بالدستور أنه فيه بالقسم عفوا فيه أنه بآخره أنه يقسم بالحفاظ على الوحدة العربية يعني ما بعرف أنه شو دخل سوريا بأنه هي تكون متسيدة لمشروع الوحدة العربية وتحافظ عليها يعني هذا الموضوع كمان بده مراجعة المهم أنه مثل ما شفنا هو متمسك بنظرية العروبة ونظرية الوطن العربي ونظرية القومية العربية رغم كل شيء حدث اليوم رغم طبعا ما في مشكلة أنه نحط نحن نظرية محددة ونحاول نمشي لحتى ننفذها ولكن وقت بيصير على التطبيق بنشوف أنه النتائج كارثية بأنه هالنظرية عمليا لا يمكن تطبيقها يعني لازم أي إنسان في عقل أي إنسان فعلا بده مصلحة الناس والسكان بيغير النظرية مانا شيء مقدس ونحن لسنا ضد الاتحاد أو الوحدة بين شعوب المنطقة ولكن على أي أسس بدي يتحدوا يعني هاي الاتحاد الأوروبي 100 ملة و100 لغة و100 كذا اتحدوا ولكن هذا موضوع الوحدة تحت أو الاتحاد تحت فكرة الوحدة العربية بمعنى أنه الكيانات الموجودة كلها بما فيها الخليج الإمارات والسعودية ودبي وإيكا وصولا لا المغرب هي كيانات مؤقتة وبأنه نحن بدنا أول شيء شعوب تتحد كلها وصير في وطن عربي ويصير فيه رئيس عليها ربما يعني بشار الأسد ويصير فيه رئيس التمسك بهذا السيناريو يعني هو الحقيقة أمر كارثي بعد هالمئة سنة ما تعلمنا ما تعلمنا شيء ما تعلمنا أن هاي كانت مجرد شعارات ما تعلمنا أنه مجرد كانت نظرية تستخدم مثل الجزرة لشعوب المنطقة تلتهي بأمور غير بناء الدولة وأنه تطلع على مصالحها وأنه تبني دولها دول الحق والعدالة والرفاهية بأنه تظل متعلقة بهذا الحلم الكبير يلي ما ممكن يتشكل بهذا الطريق مرة تانية لحتى ما حدا يقول لي إيه نحن متمسكين أنا متمسك أكتر منكم بموضوع أنه صير في اتحادات أو اتحاد في المنطقة يوازي الاتحاد الأوروبي أو يوازي كل القوى الموجودة في العالم ولكن على أساس أول شيء بناء الدولة الدول والدول تتحد عندما يكون في معايية متقاربة هاي النظرية اللي أثبتت جدوها أما نحن نيجي نقول لساتنا لليوم وبعد كل شيء صار مو بس بالمنطقة في سوريا يجي الرئيس يقول لك أنه أنا قائم على الوحدة العربية وأنه نحن متمسكين بهذا النهج وهذا النهج خطير يعني ما حدا رح يقبل فيه أساسا العرب معد بالدنيانة لحتى نحن نقول على الوحدة العربية يعني نحن بدأ نقهر كل الأنظمة الموجودة والرؤساء وندمرهم ونغير هالأنظمة كلها حتى أنه نزيلها ونخلي الشعوب كلها هيك تهجم وتتحد مع بعضها بعدين يصير فيه وحدة عربية هاي نظرة الوحدة العربية أفكرة وبعدين يجي رئيس غالبا يلي هو يقسم اليوم على الدستور ويصير هو رئيس هالشعوب كلها يعني هذا الموضوع يعني مرة تانية هو ملاحقة الوهم لمية سنة قادمة الشيء التاني يلي كمان ما كان مفاجه هو التمسك بالنظرية يلي لماذا حدث كل الذي حدث في سوريا في العشر سنوات الأخيرة نفس الموضوع مع الأسف كل شيء صار كل المآسي اللي عشناها كل الأثمان الباهزة اللي دفعناها ما زال النظام متمسك بأنه نحن وصلنا لهون بسبب مجموعة من السوريين الخواني يلي خانوا الوطن يلي هني يعني حسب حكي وحكي كثير تعريفات والله شيء فهمته وشيء ما فهمته بس يعني يلي ما بيعرف المسلمات يلي ما عندهم مبدأ يلي ما بيعرف الوطن يلي هدون السوريين يعني هو السبب سوريين خواني خانوا الوطن ويعني وصلنا إلى ما وصلنا إليه بسبب هؤلاء السوريين الخواني وهي أول مرة أنا بشوف أيضا مرة تانية رئيس بيخون شعبه أو جزء من شعبه أو جزء الكبير يلي يعد بالملايين ويمكن هو الأغلبية يتهمه بالخيانة ويتهمه بسبب ما جرى وأنك من هيك أنه يعتبر حاله أنه هو يعني تقريبا هلأ أنجز المهمة هو تقريبا ضبط الأمور ضبط الأمن وهو في اتجاه أن يستعيد السيطرة على الجغرافيا السورية ويدور عجلة الاقتصاد طبعا راح أكثر من نصف الخطاف في استعراض أرقام طبعا كلها وهمية وكلها كاذبة يعني أمبارح كان رئيس مجلس الوزراء عيب يقول إذا بدنا نشغل المعامل بدنا نقطع الكهرباء عن الناس فهو راح أرض لك أنه فيه 3000 معمل يبنو يعني عكس كل النظريات مرة تانية الاستثمار يا جماعة لا يمكن أن يقوم إلا في وسط استقرار أمني ونقدي ويكون فيه يعني ثقة ويكون فيه نمو أما يعني ما بعرف على أي أساس ضل أكتر من نصف عايز تعرضنا المدن الصناعية والمشاريع اللي بتصير فيها الحقيقة هذا شيء غريب والأغرب منه هو الإصرار على النظرية لليش هذا الموضوع غريب وخطير في نفس الوقت لأن ما بيوصلنا لحل لأن إحنا إذا تمسكنا أنه المشكلة بأنه الشعب السوري خائن أو نصف أو أكثر من الشعب السوري خائن كيف نحل هذه القصة؟ أما تصوروا ونجي نقول أنه فعلا نحن بحاجة لتغيير سياسي أنه نحن نغير في طريقة إدارة الدولة في طريقة أنه فعلا يكون في تمثيل حقيقي للناس أنه نتحول خطوة أخي ما بدي يصير أنا مثل سويسرا أو مثل أمريكا نتحول خطوة إلى الأمام خطوطين ثلاثة باتجاه الديمقراطية لأن الديمقراطية هي التي تضمن وحدة الأراضي وتضمن تمثيل الناس وتضمن ببناء دولة حقيقية تدافع عن الجغرافيا وعن الناس أي أسهل؟ يعني هو النظرية التي طرحها الرئيس بشار الأسد أنه نحن بدنا نصلح الناس ونخليهم يتوبوا ونرجع نبني في عندهم المسلمات وصولا للانتماء يعني هذون الناس لا يشعروا حتى في الانتماء بقى كيف بدأ نحل هذا الموضوع حقيقة شغلة هاي كبيرة وهو حقيقة يلي بيعمل الانتماء للمواطن عكس ما بيعتقد هو الدولة وعدالة الدولة وحقيقة الدولة والدولة تكون موجودة والدولة تكون حقيقية وتعمل على إشاعة العدل بين كل الناس وتوفر لهم الأمن والرفاه والحياة الكريمة فالمواطن أو الإنسان أو الساكن ينتمي لهذا الدولة وليس العكس الإنسان ما بنتمي فقط مجرد شعار وبيكون فقير وجاهل وشرد ومهان يعني كيف بدأ ينتمي ليش لا ينتمي أساسا ما بعرف النظريات من هو يبتيجي ولكن المهم مثل ما قلت لكم أن نحن مكملين بهذا الموضوع بحسب الخطاب النظام مكمل بهذا الموضوع يعتقد بأنه خضع شوط كبير بإعادة الجغرافيا وإعادة دورة الاقتصاد والحقيقة أنه مرة تانية سوريا لا يمكن أن يكون فيها حل إلا بإعداث تغيير سياسي حقيقي يعود ويجمع كل الأطراف وينقلنا خطوة إلى الأمام مع أنه التمر رح يكون كتير كبير أكيد رح ندفع عتمان كبيرة لحتى يعني يمكن أنه يفتح لنا طريق نصل من خلاله إلى مستقبل أفضل يمكن يعني هلا مع الأسف نرجع مرة تانية منشوف نحن هذا الموضوع حكينا بتجيلات سابقة من وقت ما صار هدوء ويعني تم تيسير عملية الانتخابات ووصول الرئيس ليمدد لفترة لاحقة أنه المشاريع يعني هذا لزوم ما يجري على الأرض مشاريع تابعة لقوى دولية متحالفة مع قوى إقليمية ووظفت مع الأسف مجموعة من القوى المحلية لتنفيذ هذه المشاريع السلطات الموجودة في سوريا بما فيه النظام صارت سلطات أمر واقع إلى يعني وظيفة محددة هي قوى تنفيذية لا تملك أي قرار وبقاء ووجودة مرهون ببقاء المشروعات لو تخلص المشروعات رح نشوف كلها السلطات رح تزول بما فيه سلطة النظام ولكن مع الأسف هذا يشير بأنه نحن السوريين لا حول لنا ولا قوى يعني ما ضل فيه أي سلطة منها السلطات بما فيها السلطة التي يجب أن تمثل الدولة وتمثل الدولة الرسمية وتمثل سوريا التي نعرفها هي أيضا أصبحت سلطة مرتزقة تابعة تمضي لأننا عملية التمزيق التي نعيشها هي عملية تستلزم عملية شد لازم كل السلطات تشد لحتى تتمزق البلد والخطاب اليوم يدل بأن النظام سيبقى يشد باتجاه المطلوب منه أنه يشد فيه لحتى يكمل على البلد ويكمل على تمزيقه مع الأسف هذا كل شيء ممكن نستنتجه من خطاب الأسد اليوم خطاب الحقيقة أنا شفته سوداوي خطاب مثل العادي لا يبشر بالخير ويدلل ويثبت بأنه ماضون إلى مصيرنا المحتوم اللي ما بنعرف شو نهايته رح تكون مع الأسف شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء